ايه زيكم يا جماعة عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة هتكلم على برج الجدي وتوقعات النص الثاني لشهر فبراير العام 2021 برج الجدي عندنا خلال النص الثاني هيكون في حالة من الاتمئنانة بعد حالة من الخوف او القلق في بعض الامور المتعلقة بالحبيب او العاطفة او متعلقة بموضوع مهم جدا جدا يقوي علاقتك او يقويك مستقبليا فبالتالي انت عندك الفترة دي امان يعني اقدر اقول ان في فترة كانت صعبة جدا جدا خلال الفترة اللي فاتت النص الاول او قبل كده هتبدأ ان هي هي نفس الحاجة اللي كنت مستصعبها او كانت مش قلطف حاجة بالنسبة لك هتكون بتدخل لبر الامان هتبدأ تدخل في معدل حلو يعني حالة من الاتمئنان هتجيلك يا برج الجدي بس في ايام هتكون شوية مش افضل حاجة يعني عندنا منهم يومين كده في الاسبوع التالت هيكونوا صعبين بعض الشيء هيكون في حاجة لها علاقة بخوف شديد نتيجة لتعب حد صحيا نتيجة لمشكلة معينة ولكن الوضع بعد كده هيعدي عليك انك ما تتعصبش وعليك انك تبعد عن طاقة الغضب وعليك ان انت تحاول تيسر امورك وتلين طبعك ابعد عن الجدل والنقاشات الحادة هتسلم واليومين دول هيعدوا اما لو انت جدلت ودخلت في قصة مش لطيفة فبالتالي احنا كده بنقف قدام صخرة كبيرة ده بجد يعني انت اللي بتحدد مصير نفسك خلال الفترة اللي جاية اللي هيفكر بعقلانية هيسلم وبالعكس هيكون عنده مراحل قوية وايجابية اما اللي هيفكر بطريقة متهورة ده اللي ممكن يخسر كتير حتى كمان في المحيط المهني في المحيط المهني انت بتفكر انك تعمل مشروع او عندك الشريك عايز يعمل مشروع فبيحاول انه هو ينجحه فانت بتحاول انك تساعده وكتير من برج الجادي اللي بدأوا مشروعها يكون في خلال اخر عشر تيام فيهم تميز لنتيجة من المشروع ده بس في حين يحصل تميز انت عندك فيه اشخاص بصلك في التميز ده يعني انت عملت ده ازاي انت لا ما ينفعش لا ينفع لا احنا نشاركك لا احنا ناخد منك غصبا عنك معلش كده بس اللي هو بيبصلك اكتر وعايز ياخد منك وعايز ينهبك هو حد قريب منك للأسف الشديد للأسف الشديد هو حد قريب منك ودي مشكلة كبيرة برج الجادي يعتبر انت من اكتر الابراج اللي ما زلت ما زلت بتعاني من طاقة حسد غريبة وغبية صراحة عندك كمان مش دوس انت عندك فيه سحرة ده ممكن تخلي بالك جدا منه فاحلامك او تخلي بالك من تحذيرات من اشخاص حواليك بتغييرك بعض الشيء او بيحلاموا حاجة تخصك او تخص حد من المقربين لك فيه حالة من القلق حواليك خصوص الموضوع ده اللي هيكون الموضوع ده هيكون الناس اللي ممكن تكون في بيت عيلا مثلا يعني انت قريب من حد الحد ده ساكن جنبك بيت عيلا كله بصص على بعضه فكرة فكرة الامور دي هي اللي بتسير الوضع السلبي والطاقة السلبية عامة تاني ممكن كمان على فكرة بيتك يكون فيه نملة كتير فيه حاجات بتدل على ان فيه سحرة فلازم تركز في الموضوع ده انا في علم الروحانيات عملتلكم عملتلكم موضوع على القناة التانية بس مهما كان مش هبقى بصراحة المهم برج يعني مش كل حاجة مش صراحة مش كل حاجة برج الجدي عندك كمان بخصوص الامور المهنية احنا نكمل التواقعات الامور المهنية بالنسبة لك ان انت فيه اشخاص هيكونوا عايزين يقربوا منك في شغلك هيكونوا بيحاولوا ان احنا طب ما تيجي نتشارك طب ما تيجي نعمل كذا طب ما تيجي كذا فيكون فيه عروض مشاركة عروض لتقوية المنتج بتاعك لتقوية شغلك مجال اضافي حد بيعرضه عليك بالجانب المجال اللي انت فيه او المكان اللي انت فيه فانت عندك النقطة دي موجودة وبشكل قوي بالنسبة ليه الناس اللي شغالين في اماكنهم عادي جدا انت عندك انك بتحاول تسعى لمكانة افضل او مكانة احسن او حاجة يكون لها عائد مادة اكتر وفيه كتير برضو عايز ان هو يسيب الشغل بتاعه يعني انا عايز اسيب بس انا عايز اما اسيب الشغل ده اكون انا ماسك في شغل تاني فبتدور عشان تسيب هنا وتمسك هنا فعندك ده جدا الامور المادية مشتريات انت عندك مشتريات كتير المشتريات تخص ايه تخص موضوع جديد تخص زواج يعني موضوع جديد زواج مشروع جديد بيبي جديد اه بيت جديد اي حاجة جديدة بتجيب له جديد فبالتالي ادفع بقى يعني فغرامات بقى مادية حلوة المهمة برج الجديد من الحاجات برضو المهمة جدا جدا بالنسبة لك في الامور العاطفية ان فيه نسبة رجوع قوية جدا جدا اكتر الابراج اللي هتكون عايزة ترجع لك وبشدة وبقى سوى جدا وبيحاولوا من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ابراج هواية ابراج نارية عايزين يرجعوا لك وعايزين يقربوا العلاقات جدا وفيه كمان علاقات ندمانة عليك لكن برج الجديد اللي هو انفصل عن علاقة ودخل في علاقة تانية حازره بشدة من ان انت تتجه للماضي مرة تاني ليه بقول ده لانك عندك حالة من حالات اللي هو بتحن للماضي ودي مشكلة كبيرة جدا جدا هتبقى بتحط نفسك فيها لانك مش هتعرف لتاخد هنا ولا هنا او تكسب هنا او تكسب هنا بل بالعكس هتخسر في ثلاث جوانب منهم انت كمان طيب عامة كمان يا برج الجديد بالنسبة للامور العادية العاطفية هيكون فيه كتير جدا من تحسن الاحوال وبدايات جديدة البدايات الجديدة بتشمل حب جديد قصة جديدة موضوع خطوبة ايا كان او لو فيه خلاف خلاف عادي مش انفصل فبيبدأ الموضوع انه هو يبقى فيه رجوع يبقى فيه يلا نقرب يلا نسامح يلا نعدي فعندك ده جدا برج الجديد عندك حاجة بقى مهمة قوي قوي انك الفترة دي هتكون عايز تقرأ روايات تقرأ قصص تقرأ موضوع تقرأ مش عارف ايه فكرة الاراية وفكرة انك عايز تتعرف على معلومات وتتعرف على الثقافات وتتعرف على روايات وتقرأ اللي هو عارفين اللي هي الاساطير والكلام ده كله او قصص دينية او قصص من الانبياء او الصحابة عايز تعرف معلومات عن كل حاجة حتى الاساطير الخرافية كل ده هتلاقي نفسك انك لما حد بيكلمك في موضوع بتتشد انا عايز اعمل كده لا ده فيه حاجة قبل كده تقلتلي لا انا عايز اراجع بها الموضوع تالي لا فكذا كذا كذا بس هتلاقي حاجة مهمة انك في ظل ما انت بتقرأ حاجة من الاساطير او القصص او 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 هتلاقي نفسك بتربطها بيك بتربطها بموقف حصلك بتسمع حد بيقول حاجة هتلاقيها انها دخلت جواك اه ده انا حصلي كذا كذا يبقى انا بمر بكذا كذا ممكن اكون انا الشخصية دي فعندك حالة كده انك بتدخل في عالم اللي انت بتقرأ يعني عقلك بيصور لك ان انت جوا العالم ده هتلاقي الاحساس ده كتير جواكم برج الجاذية في ظل انها هيكون عندكم انشغالات كتير وعندك بتفكر لبكرة ومستقبل وي وي وعندك حالة من القلق لبكرة يعني انت على قد ما بتضحك وبتهزر وي وي تحس ان انت ظاهريا انت ضمن بكرة يا جدعة ضمن انت عارف هتعمل ليه وايه يعني مش ضمن ضمن لله واحدة ولكن ضمن مشروع ضمن مش عارفة ايه فعندك ده لكن انت ظاهريا لكن انت من جواك انت عندك هتلاقي ان انت عندك فيه اللي هو انا انا عندي ظاهريا حلو جدا لكن انا من جوايا الان متوتر مش حاسس ان انا مش عامل حساب لبكرة بشكل قوي حاسس انها ممكن اتخدع انها ممكن اخسر ان الموضوع ده ممكن ما يكملش لان عندك فيه حالة من الخوف من منطقة او حتة اللي هو عندك موضوع الان ان الموضوع ما يكملش بتفكر كتير ان مش عارفة ايه خايف ان شكلك يكون مش لطيف امام الاخرين فعندك حتة خايف على بريستيجك على كرامتك على على مش عايز تخسر لانك خسرت في موضوع شبيه للموضوع انت في دلوقتي فخايف انك تقع فيه مرة تاني ودي مشكلة كبيرة جدا جدا لو خلت نفسك فيها وسمحت ان الاعساس ده يتمالك كل دنيتك انت هتخسر هتخسر خسارة كبيرة المهمة برج الجدي عندك من حيث الصداقة فيه صداقات كتير جديدة وصداقات هتكون ممتعة لكن فيه صداقات تانية هتكون ورب ورب يعني ايه يعني مصلحني ومصلحك تسعين يا ساعة بك وفيه برضو صداقات هتقابلها اللي هي مش صداقات هتقابلها هتكتشف خيانة صداقات هتكتشف ان فيه اشخاص ما ينفعوش يبقوا اصحابك بالمرة خالص كمان يا برج الجدي انت هيكون عندك في خلال الاسبوع الرابع هتحس ان انت ببص لنفسك كتير ببص لنفسك لشكلك لمظهرك لا انا عايز اعمل كذا عايز اعمل تغيير واو عايز اعمل مش عارف ايه فكرة التغيير مسيطرة عليك لكن بقى في ظل اللي انا قلتو ده انت عندك حاجة مهمة هحذر فيها وهي ان انت بتعيد الزكريات الماضي او بتفتكر الماضي او ان احنا بنقعد نسرح كتير في مبارح مشكلة لانك بتسرح في مواضيع عاطفية فاتت لانك بتسرح في خلافات عائلية تكاد تكون الامور هتتحسن فانت بتزود اللي جواك شي لأكبر كمان انت عندك ممكن يكون في الزكريات اللي هو علاقات بتتحول لعلاقات عاطفية بتتحول لعلاقات صداقة لما بتيجي بعد كده بتفكر بتعيد الصداقة لمرحلة الاولى يعني بتعيدها تاني للمرحلة العاطفية فتفكير وبتسمح لنفسك لاعادة الزكريات والتفكير في الماضي بشكل هيعوق حياتك انت في اللي جاي مشكلة برضو لكن غير كده او المجمل العام انت عندك فيه هدية فيه هدية الهدية دي ليها علاقة بحاجة تخص اسمها ايه يعني افتخار انك بتفتخر بيها بتفتخر بنفسك بتفتخر بالموضوع ده فيه افتخار قوي جدا جدا جاي لك خلال النص الثاني وخاصة الاسبوع الثالث كمان هدية هتفتخر بيها او حد هيعملك حاجة هتفتخر بالاسلوب ده او الوضع ده جدا جدا ممكن ترقيه ممكن اي ان كان طولت عنكم جدا ما تنسوش اللايك وشراك في قناة فعل الجرس سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر